اشتركوا في القناة بسبب الإصابة سيسعى لمواصلة الانتصارات والتحضير لدخول مصابقة دوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند بطريقة جيدة ومن أجل تحقيق فوزه الثالثة لكن مهمته لن تكون سهلة أمام فريق نيسا الذي يبحث عن فوزه الثاني ثوليا بعدما تعادل في الجولات الثلاثة الأولى هذا وفي ذات الصياق أطلق نادي باريسان جيرما حملة لجمع التبرعات لفائد الضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب من خلال مساهمته بيورو واحد عن كل تذكير بيعت من مباراته أمام نيسا لحساب الجولة الخامسة من الدورية الفرنسية ووفق الإداءة فرنسا فإن باريسان جيرما سيقوم بتبرع بيورو واحد لكل تذكير تم بيعها بشاركة مع مؤسسة فرنسا من أجل تقديم الدعم للمتضررين من الزلزالة وأضافت الإداءة الفرنسية أنه سيتم بث مقطع فيديو في ملعب حديقة الأمراء تم تصويره من قبل لاعبية النادي الباريسية قبل انطلاق المباراته أمام نيسا اليوم الجمعة ابتداء من الساعة الثامنة مساءنا وذكر ذات المصدر أن مقطع الفيديو سيتم مشاركته على الشبكات الاجتماعية لتشجيع جماهير النادي الباريسية على المساهمة لفائدة ضحايا الزلاز نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء